بسم الله الرحمن الرحيم هزان المتابعين درس جديد ان شاء الله مجموعة دروسنا بالفجور البيزيك وقواعد البيانات ان شاء الله الدرس راح يكون عن كيفية البحث داخل قاعدة البيانات اني صممت هذه الواجهة وربطتها بقاعدة بيانات جنتم صممها مسبقا يعني بتجربة معينة وصممت وكتبت كود انه يملي الحقول عندما اضغط على شخص معين وفنا مربع النص هذا اللي اسمه تيكست واحد دوت تيكست وهسه راح نجي نشوف شون نكتب كود البحث طبعا اول شي لازم نخلي لها event او تيكست جانج جيد ها نقل له data table dot clear نفرغها من المعلومات اللي بداخلها طبعا طيب data adapter select all from main دي هو اسم الجدول داخل قاعدة البحانات اللي حاليا دا نتعامل بياه where emp name like like لا نخلي علامة بالمية نحن هنا نكتب text واحد ebox واحد dot text طيب بعد ننقل ب data adapter dot fill data table هس هس هنجي نجرب انا ضفت اربع اشخاص معلوماتهم هسه حاليا عند تغيير الاختيار نلاحظ المعلومات داخل الحقول تتغير مربعات النصوص عفوا تتغير طيب اذا اجينا اكتبنا حسين شوف مباشرة من نكتب الاسم تظهر ان النتيجة وتتغير المربعات نجدت تغيرت انا قلت له ابحث داخل المين حيث ان الاسم يساوي ما يكتب هنا في هذا text box نرجع نرجع نراجع الكود data table dot clear نمسح محتوى ال data table الافتراضي data adapter نقل new data adapter داخل داخل select all from main where emp name يعني الاسم like مشابه لما يكتب داخل text box واحد ونعبي data table بما موجود احنا قللين ال data credit view data source ما تهو data table فيتم يعرض النتائج عنده تغيير او ما يكتب داخل هذا مربع النص اي سؤال يمكنك ان تتركه داخل التعليق بالفيديو او يمكن مراسلتي على البريد الالكتروني اذا اعجبك الفيديو ضغط لايك وتقدر تسوي subscribe او اشتراك للقناة وشكرا لكم